جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عدروس الزبيدي التزام المجلس بالعمل على تحقيق الهدف الرئيسي لشعب الجنوب المتمثل بإنجاز مشروع فك الارتباط واستعادة بناء وبناء الدولة الجنوبية وتوجهت هيئة الرئاسة بالتحية لأبناء الشعب الجنوبي في داخل الوطن وخارجه وإلى أبطال القوات المسلحة الجنوبية والأمن المرابطين في ميادين الشرف والبطولة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان فك الارتباط والذكرى التاسعة لانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة الجنوبية بتحرير محافظة الضالع من الميليشيات الحوثية في الخامس والعشرين من مايو في العام 2015